أرى القوى المسيحية ساكتة يعني أنا مثل ما أرى من موقع الدار الإفتاء لليوم صرت قاربينين وستمع لي كم موقف من فارس سعيد عن هذا الموضوع وكيفية إنه والمجلس الوطني لرفع الاحتلال اللي عام له هو الإيراني عم يحكي عن موضوع مثلا الطائف وحماية الطائف. القوى المسيحية عم تتفرج عن هذا الموضوع يجب الاندفاع نحو حماية الطائف كضمانة للمسيحيين ما بدا نضمن يعملوا شعبوية ويخافوا يدفع عن الطائف إنه هيدا الموضوع بيعملنا ردة فعل الطائف هو ضمانة وأكتر من هك مش ممكن يعني السفير السعودي وليدة بخاري بلقاء فرنسا بيكونوا قاعدين بيكون قاعدين بوجهم الفرنسيين وهيدا كلام فرنسي ما عم ينتشر باللبنان كان بحالة إنه فتح الموضوع إنه نحن عم نسمع باللبنان إنه عم بتحكي كثيرا عن موضوع تغيير النظام أو تعديل النظام وإنتم مفقين أو في حلفاء لكم عم يحكوا فيه أو في أصدقاء أو في كلام عم بلطعة أنتوا وين هذا الموضوع إذا تم المس بوسيئة ووسيئة وفاق الوطني إنه تدعيات بالبلد وإنه كثير تأثير بقوموا بقولوا الفرنسيين نحن ما عمنا أي اهتمام بتعديل النظام نعم نحن ما عمنا أي خيار إلا يبقى اتفاق الطائف نعم هيدا إنه بيطلع السفير السعودي بيحكي عن اتفاق الطائف وفي قوة مسيحية لا بتلاقي البيان السلسي ولا بتلاقي مثلا دار الفتوى اجتماع دار الفتوى وادا بتلاقي هذا الحراك من هك إيه جبران بيسيل بهذا الفراغ بيقدر ينبش على دور لأنه يفرد حاله فيه نعم برأيك فيه بعد عنده أمل أنه يكون رئيس للجمهورية خلني قللي شغلي بالمعنى المجازة جبران بيسيل مش يعني مش إنه شخص عم يسبح وعم يضم عم يضم يعني إنه بده يضم يسبح عم تواحد عم بسوق بسكولات عم يدوس ليدم وماشي يعني تم يقع جبران بيسيل هو تحت الماء غرقان وعم بحكي توصيف وإذا بتعرفي شو تقوى السياسية صالي عليه من نبيه بره لجمبلات لا فرنجية أنا كلمة ما هي غير عنه للقوة لكل العالم يعني إذا اليوم حاميه بعده الجيش وبعض الأجهزة عم يعمل هو صرايا الدفاع خاصة فيه بالمنطقة مع مجموعة ناس إنه يكون فيه مسلحين بمحيط منطقة جبران بيسيل عم يعمل يعني شي عسكري عم يعمل شي عم بيسلح بس تقلق بسلح عالم في عنده مسؤول حزبة عم بيسلح خلني قللي شغلي بالدرجة يفهموها وطنع بدون العالم جبران بيسيل باللي عمله بالعالم إذا يعني خيفين هالمرة عم بحصل حالو خيفين لديه الدعوة بالمعنى الصحيح للكلمة بالمعنى المجلس بالمعنى الصحيح الناس نوي عليه والقوة السياسية يعني هو حاول عم بحاول يكون أنه هو اليوم لعب تيحمي حاله ما بقى عنده شي رح يشوف قداش هو منبوز اليوم كان يدقل له أي مسؤول ما يرد علي اليوم عم تلفل الناس يجي لعنده ما عم يستقبل ما عم يطالع عنده منبوز بواقع كتير صعب نفسه عم بحكيك إيهن مشانا كان خايف أنه بنتم بقوله يعصوه أو يدعوصوه بالمعنى الصحيح يعني بدي يكون خبيط من كل النواحي هل أده هو بيعرفه هيدا اللي عم يخلي يعمل نوع من جيش مصدر حوله اللي عمه ببشري اللي عمه بالجبل اللي عمه بزغرطة اللي عمه بعكار بزحلة حتى بالجنوب كلها هيدا بتتنفجر بعدين هلأني مسأقبون أنه قوى الجيش أنه مش لأنه هو أهيب منه ما قاله علاقة جوزيفون حط مساحة لأنه الجيش هو لأنه الجيش ولأنه ما قاله علاقة بالجيش لأنه حرس الجمهوري بيعطيه عمه بكيف على العالم بكرة ما عنده هذا الواقع راح يشوف حاله بما فيه يمشي على الطريق هلأدى ايه طبعا